بعد خمس سنوات من الحرب لم تعد أهداف استعادة الشرعية وإنهاء الانقلاب الحوثي تشغل بالا للسعودية بعد رضوخها لمبادرة الحوثيين الدعية لضرورة وقف التصعيد الجنوح السعودي للمبادرة الحوثية هذه المرة جاء على لسان الأمير خالب بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي الذي أكد في تغريدة له أن المملكة باتت تنظر بإيجابية للتهدئة وأن ذلك ما تسعى له السعودية دوما وإلى ما قبل هجمات أرامكو التي استهدفت خطوط إنتاج النفط في بيجيك وأخريس كانت السعودية لا تزال ترفض الحديث عن أي محادثات مباشرة مع الميليشيا وهو الأمر الذي تغير بعد ذلك لم يتأخر الرد الحوثي على مؤشرات القبول السعودية بالتهدئة حيث أعلن نائب وزير الخارجية بحكومة الحوثيين حسين العزي إيجابية موقف السعودية تجاه مبادرة صنعاء مشترطا أن يشمل ذلك وقفا كاملا للغارات الجوية على كل البلاد وأمام تبادلات الحديث عن سلام محتمل أو استسلام كما يحلو للبعض وصفه قد تعتقده السعودية مع الميليشيا يتساءل مراقبون عن أسباب تغييب الشرعية أو تجاهلها وهي المناطة بالحديث بدلا عن السعودية عن أي فرص سلام قد تحدث تساؤل أرجعه مراقبون إلى حالة الخدلان والتهميش الذي تفرضه السعودية على الشرعية ليس آخرها منع الرئيس هادي من حضور الشماعات الأمم المتحدة قبل أيام وبموازين الربح والخسارة يمكن القول إن الحوثيين باتوا بعد خمس سنوات من الحرب أقوى مما كانوا عليه فيما أصبحت السعودية التي لطالما تحدثت عن نقل المعركة إلى إيران مكشفة كليا أمام قدرات الميليشيا العسكرية الحوثية انكشاف قد لا يبدو عسكريا فقط بل وأخلاقيا أيضا إذا ما واصلت السعودية خدلان الشرعية وتجاهلها وهو أمر إذا ما استمر فإنه قد يعزز من فرضيات الميليشيا المستمرة بأنها كانت تواجه عدوانا سعوديا لانقلابا على الشرعية المغيبة أصلا موسيقى